اشتركوا في القناة والسدرة في ثوابت المعتقادات الاقليمية شجرة محفوفة بالعوالم الغيبية هي مكان ولادة الجن محط استراحاتهم الناس يقسلون بورقها موتاهم يستحم بها مرضاهم حين يمسهم الجن وأيضا تعلق في أقصانها تعويذات السحر فهل بدأت طهران سدرة الشر تتبرأ من خفافشها؟ وما سبب فورة المؤشرات فجأة أنها تتبرأ من أطرافها الاقليمية؟ هذه قناة المراقب الخليجي وأنا الدكتور ظافر العجوي هناك من يسوق مؤشرات على فقدان طهران للسيطرة على الميليشيات والفصائل التي تعلن عادة الولاء لمشروع ولاية الفقيه والعمل ضمن الاستراتيجية الإيرانية الأيديولوجية في المنطقة ومؤخرا نمت أذرع تحاول إقناعنا أن السدرة ليست مسؤولة عن خفافشها الغريب أن هذا التسويق أنها تخلت عن خفافشها وصل إلى وسائل إعلام مثل شبكة بلومبرغ وشبكة DW الإخبارية الألمانية والمعهد الألماني للسياسات الدولية والأمن المعروفة باسم SWB بل وحتى Wall Street Journal ظهرت المؤشرات حول دور إيران في هجمات الحوثيين على الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في 2 فبراير 2022 فالجميع يدرك أن طهران ذات دور قيادي فيما يعرف بمحور المقاومة وقد ساعدت الحوثيين في هجماتهم أو على الأقل أعطت الضوء الأخضر لهم ومثلهم الجماعة النكرة ألوية الوعد الحق التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم من يسوق مؤشرات تغير موقف طهران حول الحوثة بعد قصف الإمارات يسوق بعض الأدلة ويقول واحد أن إيران والإمارات بدأت منذ فترة طويلة في التقارب لذلك من الصعب أن نتخيل أن طهران هي اللي نفذت الهجمات أو أعطت الضوء الأخضر اثنين من المؤشرات على تخلي طهران عن أطرافها بعد الهجمات على الإمارات تزايدت فجأة خطاب الدعوة من الجانب الإيراني لإنهاء الحرب في اليمن عبر القنوات الدبلوماسية وهذا أكثر من العادة هي دائما تعلن لكن في فترات متباعدة الآن هناك زخم في الدعوة لوقف الحرب عبر القنوات الدبلوماسية وهذا يظهر مخاوف طهران من التأثيرات الطويلة للأمد للتصعيد الحالي التصعيد الحالي في اليمن هو لصالح التحالف ميدانيا وسياسيا فهذا ما جعل طهران يعلو صراخها من المؤشرات على إمكانية تخلي طهران عن أطرافها أن ذهب محللون أن الإمارات تعتقد ما يبدو أن طهران بريئة ويمكن أن تمارس نفوذا معتدلا على المتمردين الحوثيين بدليل شكوى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني من الهجوم الإرهابي الحوثيين على الإمارات وكان رد عبداللهيان الدعوة إلى وقف التصعيد في المنطقة وإيجاد حل سياسي في اليمن أربعة من المؤشرات على إمكانية تخلي طهران عن أطرافها وهذا حسب تحليل المعهد الألماني للسياسات الدولية والأمن أن يقول أن الحوثيين يختلفون عن شركاء طهران الآخرين من ناحية أنهم أقل ارتباط من حزب الله اللبناني على سبيل المثال من ناحية أخرى لا يخضعون لممهومة القيادة والسيطرة الإيرانية وهذه مفرد عسكرية باختصار أنهم يديرون عملياتهم العسكرية مثل ما هو الحال في الحشد الشعبي وأن عمل الحوثيين المسلحين بشكل جيد أكثر من الحشد الشعبي ومسلحين أكثر من ألوية الحق أو من يدعون ذلك هما بدرجة ما مستقلين وفك ارتباطهم سهل بحكم أنهم علاقتهم مع الإيرانيين أقصر من الحشد الشعبي والولائيين العرقيين وأقصر من حزب الله أيضا أو النقطة الخامسة من المؤشرات على أن العلاقة بين طهران ومكملاتها الاستراتيجية عامة ومن ضمنهم الحوثيين يمكن أن تتراجع لضغوط شتى يعني من أمثلة الضغوط التي تعرضت لها إيران وقد تجعلها تتخلى عن بعض أذنابها التي تدور في فلكها نتذكر أنه في شهر 11 أو نوفمبر 2021 بعد ساعات من نجاة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظبي من الموت بطائرة مسيرة إيرانية جلس الجنرال إسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني أمام الكاظبي جلس بطريقة لا تشبه أي من الجلسات التي كان يقعد فيها بغطرسة قاسم سليماني يقعد أمام المسؤولين العراقيين بوصفه الحاكم أو القائد المزكى وعليهم جميعا الاستماع له بخشوع فمنذ متى والإيرانيين يتحمدون للعراقيين بالسلامة؟ منذ متى الإيرانيين يقولون خطاكم السوء خطاكم اللاش؟ منذ متى والإيرانيين يفعلون ذلك؟ هناك تغير كبير في التعامل العراقي الإيراني ستة من المؤشرات على إمكانية تخلي طهران عن أطرافها أنه رغم أن الفاعل أو من قام من نفذ محاولة اغتيال الكاظمي الفاعل حشدي كما تقول المؤشرات إلا أن الجنرال إسماعيل قاني في زيارته تلك عبر عن إدانة إيران الشديدة لمحاولة الاغتيال قد تكون تقية لكن في العادة لا يعبر عن إدانة ما يحدث في العراق ولم يحاول هذه المرة التلاعب بالكلمات بشأن الجهات المتورطة في عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي ما يثبت أنه من الممكن أن يتبرأ من الميليشيات الولائية المسؤولة عن تدبير هذه الهجوم وسيتبرأ في سيناريو مشابعاً للحوثيين أو عندما ينتهي دورهم أو عندما يمثلون خطراً عليه بما يقومون به ستة من المؤشرات على إمكانية تخلي طهران عن أطرافها تلميح الجنرال إسماعيل قاني إلى أن إيران لم تكن على علم مسبق بما تم رغم أنه من العبث السياسي تصديق مزاعم قائد فيلق القدس لكن الاجتماع والإدانة حمل بالنهاية رسالتين الرسالة الأولى للعراقيين أن إيران لم تعد تسيطر على الميليشيات المارقة في العراق وهذا أمر خطير يعني ربتهم حتى كبروا وخرجوا عن الطوق وأصبحوا يمارسون ما يمارسون به دون أن يكون لها القدرة على إيقافهم الرسالة الثانية وهذه نقلتها صحيفة ويل ستريت جورنال عن دبلوماسي إيراني قوله كان علينا أن نقول للأمريكان من خلال العراقيين أنه لا علاقة لنا بهذه الهجمات منه متى والإيرانيين يعتذرون للأمريكان مسبقا وما شأن الأمريكان في الموضوع إذا لم يكونوا يحسبوا لهم حساب هنا يبدو السؤال الملح لماذا طافت على السطح المؤشرات على إمكانية تخلي طهران عن أطرافها فجأة لماذا تظهر لنا إيران أني ممكن تخلى عن الحشد الشعبي ممكن تخلى عن الحثين ممكن تخلى عن جميع الفصائل التي تتبعني لماذا بالذات الآن ما الذي يدعو إيران أن تضعف موقف حلفائها وتضعف موقفها بإعلان مثل هذا الأمر عبر المؤشرات التي ذكرناها واحد من أسباب تسويق إمكانية تغيير موقف طهران تجاه أطرافها بعد الهجمات على الإمارات أنها تزايدت فجأة الدعوات من الجانب الإيراني لأنها الحرب في اليمن وهذا المرة عبر القنوات الدبلوماسية لماذا كما ذكرنا إيران بدأت تخاف من التأثيرات طويلة الأمد للتصعيد الحالي التصعيد الحالي في اليمن تمسك دول الخليج أو التحالف العربي فيه الزمام المبادرة الخليجين هم من يهاجم التحالف العربي هم من يهاجم وردات الفعل الإيراني الحوثية تنبئ بأنهم في مجال الانحسار أو الخسارة لذلك لا تريد إيران تابعات ما يجري في اليمن عليها تحاول التملص من البذور التي بذرتها اثنين من أسباب تسويق إمكانية تغيير موقف طهران تجاه أطرافها هو غياب وزير المستعمرات الإيرانية السابق قاسم سليماني هذا الغياب أضعف السيطرة الإيرانية على الميليشيات بسبب عجز قآني عن لعب دور سليماني والذي كان قادر على ضبط إيقاع الفصائل وإداراتهم بصورة ناجحة أكثر من قآني ثلاثة من أسباب تسويق إمكانية تغيير موقف إيران تجاه أطرافها أنه مثل ألوية أهل الحق أصبحت هناك الكثير من الميليشيات أصبح هناك تضارب مصالح يتطلب قدرة عالية على التنظيم تكلف طهران ولا تنجز مشروعها أصبحوا عبع على إيران أكثر من أن يكونوا سند أو ذراع تحركوا كل ما شاءت خصوصا هذه الميليشيات الجديدة أو الصغيرة أربعة من أسباب تسويق إمكانية تغيير موقف طهران تجاه أطرافها بروز قيادات ميليشيائية تريد أن تملأ مكان مثل أبو مهد المهندس اللي قتل مع سليماني وأيضا لملأ أماكن عسكريين أو قادة حوثيين ليظهروا أنهم كقيادات معتبرة أمام الإيرانيين الأمر الذي يزيد من حدة التنافس بين القيادات الميليشيوية على لعب هذا الدور ومن هنا ظهر العجز الإيراني في التحكم فيهم لأن كلهم طموحين في الوصول للقيادة فضعفت القبضة الإيرانية عليهم فأصبح من الممكن أن يتخلصوا من الحوثيين أو غيرهم خمسة من أسباب تسويق إمكانية تغيير موقف إيران تجاه أطرافها ودوافع إمكانية التباعد الحوثي مع طهران أن علاقة إيران مع الإمارات تحسنت بالفعل أيضا هناك حوار سعودي إيراني قد بدأ بالفعل من خلال وساطة عراقية والمفاوضات النووية أيضا تتطلب حسن السلوك الإيراني فإيران ترى أنه لا داعي أو أنه يتطلب منها الأمر أن تقول ترى أنا مو مرتبطة مع هذه الأطراف بالقدر الذي تعتقدون وأنا ممكن أن أتخلى عنهم هذا سبب السادس أنه من أسباب تسويقها أو نشر أنه ترى ممكنة غير رايي تجاه اللي تابعي لي أن طهران لا تفضل النموذج اللبناني أو اليمني في سيطرتها على العراق النموذج اللبناني أو اليمني ليست تحت سيطرتها المباشرة هي تعمل على بقاء الحشد الشعبي كقوة عسكرية لأنها تدعمهم بمثلين سياسيين لها في داخل برلمان والحكومة العراقية وفي ذلك يكون بمقدورهم عبر هذا النموذج الرغم أنه هزيل استغلال العراق من وراء حاجز ودروع مختلفة ومربحة هذا الأمر يجعل طهران لا علاقة لها مع الحوثيين عبر قنوات برلمانية بمعنى أنه لا حياة نيابية في اليمن فليس لها رجال في السياسة كما أن لها رجال في السياسة العراقية النقطة السابعة من أسباب تسويق إمكانيات أنه ممكن يتغير موقفنا الضغوط العقوبات وكورونا اللي ضيقت على طهران وجعلتها عاجزة عن توفير موارد مالية لتغطية نشاطات الميليشيات مما دفع حزب الله والحوثة حالياً لفرض الأتوات على السكان ودبروا حالكم مثل ما قالت للبنانيين في حزب الله وبدأوا بفرض الأتوات وبالتجارة الحشيش وبكل ما هو ممنوع لتمويل عملياتهم متابعي الكرام ما جرى قد يكون مجرد مناورة إيرانية تظهر أن بمقدورها التخلص من الميليشيات المارقة في اليمن والعراق وقد يكون حقيقة أنها خرجت عن السيطرة الإيرانية لكن يجب أن نتذكر بعد زيارة قاني وتنديدة بمحاولة اغتيال الكاظمي خرج لنا قائد القوة أو القوة الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني علي حاجي زادة وقال أن الطيارات المسيرة الإيرانية أصبحت شوكة في أعين الأعداء هذا يا أم وتبادل أدوار يا أم أن إيران كاذبة فيما تدعي بأنها ستتخلص أو قادر على التخلص من الحوثيين وحزب الله والحشد وأنها مستمرة في صنع الطائرات التي يؤدون بها أعمالهم بناء على تصريح موثق من قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني علي حاجي زادة اثنين لن تفك طهران ارتباطها بالحوثة والحشد الشعبي وحزب الله لكن قد يتغير شكل العمل فقد تكون هناك لا مركزية في صدور التوجيهات ويصبح هناك التنفيذ راجع لمن يقوم به ويعطونهم حيز مناورة وأن يعملوا بحرية في التعامل مع بعض الملفات الأمنية والعسكرية اللي لا ضرورة للرجوع لطهران فيها فسيختلف نوع العمل لكن الاستراتيجية العامة لا تختلف ثلاثة هزيمة أذرع إيران بدأت تلوح في الأفق العراقي برلمانيا وعسكريا فالكاظمي استطاع بحنكته أن يتعامل مع الميليشيات الماردة باعتماد سياسة دفعهم إلى رد الفعل يعني هو دفعهم أن يكون منهم رد الفعل وليس منه يهاجمهم فيكون منهم رد الفعل رد الفعل معروف أن من يتبنى سياسة رد الفعل يقفز بعدها في خندق الدفاع والحوثة على نفس الطريق فالهجوم من جانب التحالف العربي الجاري حاليا دفع الحوثيين أن لا يهاجموا جميع ما يقومون به هو ردات فعل فاشلة بقصف أهداف بعيدة بينما الخصم هو أمامهم على أرض اليمن محدثكم يسعد بسماع استفساراتكم ويسعد بقراءة تعليقاتكم ولكم مني سلام ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر